بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين عما بعد أحباب الآن سأكون بحل صفحة 164 في الصف الخامس الابتدائي كتاب الرياضيات أوجد قيمة كل عبارة مما يأتي هنا مطلوب مننا تعريف أو تدريب على ترتيب العملية يعني أنا لو عندي نايس وعندي ضرب أول شيء أبدأ بالضرب يعني لازم أضرب أولا اتنين في خمسة بكام بعشر؟ عليش نغير اللغة بس سنية اتنين في خمسة بعشرة طيب وبعدين أروح أترحبا يعني لازم أرتب العمليات ترتيب العمليات مهم جدا جدا. يعني كده الوقت كام عشرة وبعدين هنا تبقى كام? اتناشرة وهناقص منها ايه? آآ العشرة اقول له يساوي اتنين يساوي ايه? اتنين. لكن لو انا روح تقول له اتناشر نقص اتنين بعد عشرة في خمسة ما ينفعش. لازم ترتيب العمليات مهم جدا جدا. طيب هنا الضرب اول انا هقول له ترتيب العمليات اول ما بين الاقوس بعدين لو انا عندي ضرب واسمه ابدأ من اليمين من اللي يجي الاول. لو عندي طرح وجامع انا ابدأ من اليمين اللي يجي الاول. فانا عندنا ضرب ان اترتيبه. تاتة اربعة باثناشر وعندي هنا كام خمستاشر. هناخد منها الاثناشر يبقى يفيد معانا كام? يبقى يفيد معانا? تلاتة. طيب. عندي هنا كام? عليش انا ما اش? انا عندي بين الاقواس الاول. اللي بين الاقواس الاول خمستاشر خدت منها تلاتة يبقى عند اتناشر. وبعدين اضربها بقى في اربعة. اربعة في اتنين ساوي تمانية. اربعة في اتمن كام? هات ساوي تمانية. عطينا التمانية. طيب. وبعدين اربعة في واحد بكم? باربعة. يبقى طلعت كام? يبقى ترتيب العمليات مهم. تاني اول شيء الاقواس. تاني شيء الضرب والعسمة. حيث اللي يقى العين يمين اول. اللي يطلع سواء الضرب ما اليمين او القسمة يبقى ابدأ به. وبعدين الطرح والجامع اللي يقى على يمين ابدأ به. اشترت ميزة منيرة ثلاث علم خرز. سامن كل منها اتناشر وكان معاها بطاقة خاص بقيمة عشرة ريالات. على كل مجموعة المشتريات. اكتب عبارة الايجاد من التكلفة النهائية ثم اوجد طيمة. حيث احنا قلنا تلاتة ضرب اتناشر. نبقى نضرب كام? تلاتة. ونضربها في كام? في اتناشر. واقول له هنا. يعني التلاتة في اتنين بستة وتلاتة في واحد بايه? يبقى يبقى هنا ستة وتلاتين. يبقى هتساوي كام ستة وتلاتين? انا بس بحتاجة اجيبي الهلم من له. علشان نعمل هنا ايه? ضرب. يبقى انا اول حاجة اضربت تلاتة في اتنين بستة. وبعدين التلاتة في واحد بتلاتة. اول حاجة ما بقى اضرب اضرب في الاحات وبعدين العشرة. طيب اه كان معاها بطاقة قسم كام? عشرة ريال. يبقى الستة وتلاتين نقص منها كام? عشرة ريال. يبقى هتساوي كام? لما اخد ستة وتلاتين هاخد الستة خدت منها صفت. افضل الستة زي ما هي. مش احادي باش كده. واكتبالكم من هنا. يبقى هيفضل الستة والواحد. خدت منه اه اللي. اه هنا هوني. ستة اخدت منها كام? اختت منها واحد يفضل اتنين. يبقى انا هيفضت معايا كام? عشرين. نمكنه كام? علش? الا ستة وتلاتين اخدت منهم عشرة يبقى عن ستة وعشرين. يبقى كام? ستة وعشرين. الستة خدت منها صفر يعني ما اخدتش منها حاجة. والتلاتة خدت منها واحد يبقى بيها عندي ستة وعشرين. يبقى كده اوجد قيمتها والتكلفة بتاعتها وكل شيء من الآن. يبين الجدول التالي المجاور دهو. ما قضته دلال في ترتيب وخرفتها في خمس ايام. ما مجموعة بقائق التي قضتها اتكب عبارة ثم اوجد قيمتها. طيب تعال نجمع. الخمسة والصفر كمسة وخمسة تلات خمساتهم. يبقوا كام? خمستاشر. عندي كام الحين? خمستاشر يعني ما اكتب هنا. هكتب هنا خمسة. والعاية الواحد فين? فوق هنا. ما ننسهوش. طيب واحد واتنين. تلات واتنين. خمسة واتنين. سبعة واتنين. تسعة واتنين. حداشر. يبقى هنا نضع الحداشر. يبقى الان مية وخمستاشر دقيقة. هو بيقول لي ما مجموعة دقائق التي قضتها في ترتيب غرفتها? اقول له مية وخمستاشر ايه? اكتب عبارة. ثم اوجد ايه? يعني احنا هنقول له العبارة اللي هنا مسلا ان نقول له احنا عملنا كده. خمسة وعشرين بزائد. ايه? عشرين زائد كده. يبقى نعملها كلها بزائد. يعني لو حبينا نعمل نكتبها. اقول له انهو. عشرين خمسة وعشرين. وبعدين احسن مسافة بعد كده شو هرا احعمل الزائد. وبعدين عشرين. وبعدين شوية برضو هل احعمل زائد. وعشرين. وبعدين خمسة وعشرين. ثاني. خمسة وعشرين. وبعدين اخر حاجة كانت كان عشرين. بنجيب الالم بس من هنا هو. ونعمل هنا بقى ايه? زائد. زائد. وهنا ايه? زائد وهنا زائد وهنا زائد وهنا زائد وهنا ايه? زائد معلش الالم عشان لخط عريض. وفي الاخر هتقول له يساوي كام مية وخمسة عشر. معلش الخط عريض وما بنتعش يكتب زائد على لوحة المفاتيح. ابتطرد ان اعملها بالعلم. ليش يسمحوني? بنزل تحت بقى نشوف بقيت الايه? المسائل. بقول لي تكلفة شحن. الكتاب الواحد تبلغ ثلاثة ريال. زائد ريال واحد كرسم عن كل عملية شحن. عن كل عملية شحن. تمام? طيب لو احنا قينا لشحن. اول ما بقول لي اوقف قاعدة قاعدة ادل. قاعدة ادل. اول حاجة هقول له قاعدة ادل. اه اقول له. تلاتة زائد واحد. قاعدة الدلة يبقى تكلفة شحن الكتاب تاب له خام تلاتة ريال زائد. في ريال واحدة عن كل عملية ايه? شحن. طيب لما بيقول لي بقى هنا. عاوزين تكلفة شحن ثلاث كتب. اربعة كتب هنا اعملها ضرب تلاتة زائد واحد. نضرب في تلاتة زائد ايه? واحد. لو احنا ضربنا تلاتة في تلاتة زائد. تلاتة في تلاتة بتسعة. زائد واحد يسوي كام? اول واحدة عشر. باول واحدة يسوي كام? عشر. والتانية هنقول له كام? اربعة ضرب تلاتة. زائد واحد. الاربعة في تلاتة بتناشة. واحد يبقى كام? تلاتتاشة. اخر واحدة خمسة. نضربها في كام? في تلاتة. ونزود كامل للرسوم واحد. يبقوا ستاشر. كلهم كام? ستاشر. خمسة في تلاتة بخمستاشر. يبقى القاعدة زائد. ضرب تلاتة زائد واحد. نضرب في تلاتة زائد ايه? واحد. ضرب في تلاتة وزود واحد. تلاتة بخمسة بخمستاشر. تلاتة تلاتة تسعة. تلاتة باربعة باتناشة. زائد واحد في كل العملية. يطلع عندي الارقام زي ما احنا ايه? شفناها كده. طيب ننزل تحت اخر حاجة ايه? اوجد قيمة كل عبارة مما يعطينا. يركز على ترتيب العمليات. اول حاجة قلنا اللي بين الاقواس. طيب. سواء ناقص او زائد ما تفريش. ايه? قلنا اللي يجب الاول. طيب خمستاشر اخدت منها. كمسة? يبقى لها كده عندي عشر. ناحية التانية. تلاتة زائد تلاتة يبقوا كام? يبقوا ستة. وهنضرب بقى الستة في العشرة. نضرب ايه? بعد كده بعد ما خلصنا? نروح ضربين الايه? الستة في ايه? ستة كده هو. ضرب ايه? عشرة يروح يطلع لي الناتج ينولي. اقول له ستة في عشرة. اي شيء في عشرة يساوي نفس الشيء بس بحطه نامه سفر يبقى ستين. يبقى ايه? ستين. طيب هنا هنا من الاقوى? الطرح ولا الضرب? طرب. يبقى ستة في سبعة بكام? باتنين واربعين. ده اول شيء. وبعدين نرجع نطرح بقى. تمانية وخمسين. احطها فوق ايه علشان ايه? يبقى بينه. واجبها هنا كده. عند الطرح ايه? الوقت انا عندي تمانية اخد منها ايه? ستة. يفضل كام? يعني اتنين قصدي يفضل كام? يفضل ستة. طيب. والتانية خمسة اخدت منها اربعة يفضل كام? يفضل واحد. ونعمل هنا الايه? اللي يساوي. يبقى عرفنا اه اول شيء لازم احفظ ترتيب العمليات. انا عندنا زائد وضرب. نبدأ بمين? الاقوى. احسنتم وضرب. الاربعة في تمانية? باتنين وتلاتين. وبعدين اروح اضيف بقى. اتنين وتلاتين. ايه? اضيفها بقى على التالية. اقول له اتنين وتلاتين اربعة وتلاتة ايه? ستة. يعني هتسير اربعة و ايه? وستين هكذا. الحل الصحيح. يبقى اول شيء لازم احفظ ترتيب العمليات. الشكل المجاور اللي احنا شايفنا ده هم يقول لي عبارة عن حديقة مستقلة تتشكله وابعدها كما هي موضحة في الرسم. ستة متر في تمانية متر. اه المل بان المسافة عوزينا المسافة الكلية حول الحديقة. طبعا انا بقى اضرب اضرب في اتنين. طول زيت العرض في كام? في اتنين. اول حاجة اضرب ستة في تمانية بكم? في تمانية واربعين. اهي. يبقى تمانية واربعين. ونرجع نضرب التمانية واربعين. التمانية واربعين نضربها في كام بقى? في اتنين. نضربها في كام? في اتنين. نضرب اتنين في تمانية بستاشر. ستة معايا الواحد. واتنين فاربعة بتمانية واحد. تسعة. هو بيقول لي ان انت ممكن تضرب الطول الاولاني في اتنين وترجع تضرب العرض برضو اتنين في اتنين. والاخر هي هي. لو جمعتهم وضربتهم وضربت في اتنين مرة واحد عادة. هنا بيقول لي اخر حاجة بقى مع العشاء هو. عدى فيصل اه عدى فيصل اصدقائه الذين يفضلون كرة القدم. وكتب الناتج مستعملا اشارات العدد. عدد الذين يفضلون كرة القدم. اكتب عبارة ثم او اقول له له خمسة ضرب سبعة. زائد تلاتة. دول عندهم كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وكل ربطه من دول بخمسة. يبقى خمسة في سبعة اه زائد تلاتة. يساوي. يعني طبعا هنحل المسألة دي باستخدام ترتيب العمليات. ابدأ بالجامعة ولا بالطرح? ابدأ بالضرب. يبقى خمسة في سبعة بكام? خمسة وتلاتين. زائد التلاتة. ها يبقى كام? يبقى الآخر يبقى كام? ثمانية وتلاتين. وهكذا نقول قد انتهينا من حل صفحة مية اربعة وستين. ما تبقلوا علي بالدعاء. انا اسعد جدا بدعائكم لان دعاء الابطال من القلب ليس بيننا اي مصلحة الا عمل الخير. لا تنسوني من دعائكم باللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة والسلام عليكم.